إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجار لله وإياكم من النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي خير زاد للعباد قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وهي العاقبة الحميدة والنجاة يوم المعاد فقد قال رب العباد والعاقبة للمتقين فاتقوا الله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أيها المسلمون والمسلمات اعلموا أن دين الإسلام الذي أكرمنا الله به ورضيه لنا دين قد بني على أسس وقواعد متينة لا ينجو العبد من العذاب ويدخل الجنة حتى يأتي بهذه القواعد والأسس موفورة كاملة ومن بين هذه الأسس التي بني عليها الإسلام الصلاة التي هي عمود هذا الدين وأول وأهم أركانه بعد الشهادتين إخواني وأخواتي عندما يموت الإنسان يدرك قيمة الأشياء على حقيقتها فيدرك أن الأعمال الصالحة التي تزيد ثوابه عند ربه خير له من الدنيا كلها ذات يوم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن صاحبه حديثا فيطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أمنية هذا الميت في قبره فينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمنية لأصحابه وللأمة من بعدهم فيقول لهم ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يعني من صلاة النوافل يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم والحديث رأي أمام أحمد وصححة الألبين عن أبي هراث رضي الله عنه يعني أجر صلاة ركعتين خفيفتين قليلتين في القراءة والأذكار تطوعا وليستا فريضة مما تعتبرون أجرهما قليلا يزيدهما هذا الميت في عمله أحب إليه مما تبقى من عمر الدنيا وذلك لأن الطاعة وإن كانت قليلة فأجرها عظيم عظيم عند الله عز وجل ولا يعرف ذلك إلا الموتى الذين حيل بينهم وبين الصلاة أي أن أجر ركعتين أحب إلى الميت من الدنيا وكذلك العبادة ولو كانت قليلة فهي أحب إلى الله تعالى من الدنيا كلها وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة بقوله ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتاء الفجر يعني السنة خير من الدنيا وما فيها والحديث ره مسلم وليكي تعلم أخي أهمية الصلاة في الآخرة أيضا تذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل وسجود المؤمنين لربهم يوم القيامة فإن الأمم عندما تطلب الشفاعة من الأنبياء ويعتذرون عنها ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل عندها؟ يتقرب إلى الله عز وجل بأحب شيء إليه؟ ألا وهو السجود بين يديه؟ فيسجد تحت عرش الرحمن سجودا طويلا يثني فيه على ربه عز وجل ويحمده فيقبل الله شفاعته ويأتي الله جل وعلا بعدها لفصل القضاء بين العباد وبين الخلق وكذلك إذا رأى المؤمنون ربهم يوم القيامة وعرفوه تقربوا إليه بأحب شيء إليه ألا وهو السجود بين يديه سبحانه وتعالى؟ أخي وأختي هل فكرت يوما ما؟ لماذا فرض الله علينا الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة؟ إذا لم تفكر بعده فتعالى معي في جولة عملية مع الصلاة لتعلم بعدها سر الصلاة وأهميتها وأنه والله لا شيء يعدلها في الأجر والآن باسم الله نبدأ الرحلة إذا دخل وقت الصلاة فقمت إلى الوضوء فتوضعته تكون بذلك قد غسلت ذنوبك وأحبك الله عز وجل وإذا قلت أذكار ما بعد الوضوء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية وإذا ذهبت إلى المسجد كان لك بكل خطوة تخطوها للصلاة حصلة وتمحى عنك سيئة وترفع لك في الجنة درجة ومنذ أن خرجت من بيتك متوضئا للصلاة في المسجد بدأ أجرك وأنت في صلاة وكتب لك أجر حاج وإذا كانت هذه صلاة الفجر أو العشاء كان مشك إلى المسجد نورا تاما لك يوم القيامة وإذا وصلت المسجد وصليت في الصف الأول كنت ممن يصلي الله وملائكته عليهم وإذا صليت السنة وجلست تنتظر الإقامة كان انتظارك لصلاة الفريضة مع الإمام صلاة تؤجر عليها ونلت دعاء الملائكة لك بالمغفرة والرحمة وإذا رددت خلف المؤذن ما يقوله ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك عشرا وإذا سألت له الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة نلت شفاعته يوم القيامة وإذا دعوت بين الأذان والإقامة فدعاءك لا يرد وإذا أديت الصلاة جماعة مع الإمام حسبت لك خمسا وعشرين صلاة وفي رواد السبعا وعشرين صلاة وإذا قرأت القرآن فلك بكل حرف عشر حسنات وإذا ركعت وسجدت تساقطت ذنوبك عن رأسك وكتفيك تساقط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه والحديث رأت براني بإسالة صحيح فأطل ركوعك وسجودك قدر المستطاع وأنت تتخيل تساقط ذنوبك عنك وإذا سجدت كنت أقرب ما تكون من ربك ودعاءك أقرب ما يكون الإنجابة كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء ويرفعك الله بكل سجدة درجة في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم لمولاه الثوبان عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وما بين الدرجة والدرجة في الجنة ما بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض وإذا انتهيت من الصلاة وبقيت جالسا للإتيال بالأذكار بعد الصلاة محيت عنك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر وكانت الملائكة تدعو لك بالمغفرة والرحمة وكنت في حفظ الله ورعايته يومك ذلك أخي وإذا بقيت في المسجد تذكر الله تعالى حتى شروق الشمس ثم صليت ركعتين إما في المسجد أو في البيت كتب لك أجر حجة وعمرة تامة 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 وإذا عدت إلى بيتك كتب لك أيضا بكل خطوة حصلة ومحيت عنك سيئة ورفعت لك في الجنة درجة وفوق ذلك أعد الله لك في الجنة ضيافة كلما غدوت أو رحت فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدى إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدى أو راح وشهدت لك الأرض التي مشيت عليها وصليت عليها وشهدت لك الملائكة عند ربها بأنك صليت الفريضة في بيته لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر بل وإن من فضائل هذه الصلاة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لن يلجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر نعم إخواني وأخواتي إن بعض الموتى يتمنون الخروج من قبورهم لكي يصلوا ركعتين خفيفتين لأنهم يرونهما خيرا من الدنيا وما فيها فهل نتعذ بهذا عباد الله إخواني وأخواتي لماذا الصلاة الخمس اسمع إلى حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون فإذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم عشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا والحديث أخرج الضبراني في معجم الأوسط وقال البني في صحيح الترغيب والتريب حسن صحيح ومعنى تحترقون تحترقون أي بارتكاب الظنوب التي تحرق مرتكبها مثل النار التي تحرق من تصيبه وبالغفلة واللهو واللعب ونسيان الذكر الله سبحانه وتعالى بهذا تحترقون تحترقون فتأتي الصلاة فتغسلكم ومن هنا إخوان اهتم الإسلام بهذه الصلاة وأولاها أي معناية فبين فضلها ومنزلتها بين العبادات وأنها شرعت لحكم وأسران ليس هناك مجال لذكرها الآن نؤجرها إلى خطبة أخرى إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا ونساءنا وأبناءنا ومناتنا من المحافظين على الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه والغفور رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا من المحافظين من المحافظين سيدنا من المحافظين من المحافظين من المحافظين لتوقفاره which is the pillar of this religion and the first and most important of its pillars after the two testimonies of faith. Brothers and sisters, when a person dies, he realizes the value of things for what they really are. And he realizes that the good deeds that increases his reward with his love are better for him than the enjoyment of the whole world. One day, our Prophet sallallahu alayhi wa sallam passed by a grave whose honor had been recently buried. So Allah Almighty informed his Prophet of the wish of this dead person. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam conveyed his wish to his companions, saying to them, two short rakah, which this man increases in his deed, is too dear to him than the rest of your world. it means the reward for praying to light rakah voluntarily with little recitation and remembrances, which you consider their reward to be small. This dead person increases them in his deeds more beloved to him than the rest of your world. and that is because obedient, even if it is small, its reward is great with Allah Almighty. And only the dead people know that because they cannot return to this world to pray. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam emphasized this fact by saying The two rakah of dawn are better than the world and what is in it. The two rakah of dawn means the sun or the fajr. In order to know the importance of prayer in the in the afterlife, all also remember the prostration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to his Lord and the prostration of the believers to their Lord in the hereafter. When the nations go to Prophet after Prophet asking them to ask Allah to come to start judging the people, all the Prophet refuse, reject, accept our Prophet, accept it. Then he go until he reach under the throne of Allah azza wa jal. Then he prostrate, don't prostrate him. Then he praise his Lord. Something he doesn't know it. يقول فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مِحَامِدِهِ وَحِسْنِ الثَّنَيْ عَلَيْهِ لم يفتَحُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ قَبْلِهِ Praising his Lord, 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 Lord until Allah azza wa jall accept his indecision and ask his Lord to come to reckon the people. And what the believers see Allah azza wa jall the prostrate for him subhanahu wa ta'ala. So a journey with the prayer. Have you ever thought about why Allah azza wa jall commended us to pray the five times a day and night? Come with me on a practical tour or prayer so that you can learn after that the secret of prayer its importance and that nothing equals its reward. Now we started our journey. When the time for prayer begins you get up and perform ablution by that you have washed away your sin and Allah almighty loves you and Allah yuhib and if you say the remembrances after ablution the eight gates of paradise will be opened for you and if you go to the majid for every step you take to pray you will have a good deed and one bad deed will be raised from you and Allah will raise you a degree in paradise the reward for prayer began since you left your house with ablution to the majid and the reward of a hajj was recorded for you and if this is the fajr prayer or the isha prayer your walk to the majid will be a complete light for you on the day of resurrection and when you reach the majid and pray in the first row you will be among those whom Allah praises with good among his angels and his angels also pray for you or for them and if you pray the sunnah and set waiting for the iqamah your waiting for the oblique prayer was a prayer for you for which you will be rewarded and you receive the angels supplication for you with forgiveness and mercy and if you repeat behind the muazzin what he says and then pray for the prophet Allah bless you ten times and if you ask for him you will obtain his intercession on the day of resurrection and if you supplicate between the other and the iqamah your supplication not be rejected will not be rejected if you perform the prayer in congregation with the imam 25 or 27 prayers will be counted for you and for every letter from the quran that you recite you will have ten rewards and when you bow down and prostrate your sins fall off your head and shoulders the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said if a servant stands up to pray all his sins will be brought and placed on his head and shoulders and whenever he bows or prostrates they fall off him so prolong your bearing and prostrating as much as you can and when you prostrate you are close to your lord and your supplication is the closest to being answered as the prophet al-sallam said the closest that the slave comes to his lord is when he prostrates when he is prostrating so invoke Allah much in prostration brothers and Allah rises you with every prostration a degree in paradise as he said to thawban make fragrant prostration before Allah for you will not make one prostration without raising you without raising you a degree because of it and removing a sin from you because of it and the distance between every two degrees in paradise is like the distance between heaven and earth and when you finish the prayer and remain seated to recite the zikr after the prayer your sins are erased from you even if they were like the form of the ocean the angels prayed for forgiveness and mercy for you and you were in all the protection and care on the day and if you remain in the majid remembering Allah Almighty until sun rises or until sunrise and then pray at home the reward of complete hajj and umrah will be written for you and when you return to your home a degree a good deed will be recorded for you for every step and an evil deed will be raised from you and a degree will be right for you in paradise and above that Allah will prepare for you in paradise hospitality whenever you go to the majid in the morning or in the afternoon as the prophet said if anyone goes out in the morning or in the evening to the majid Allah will prepare for him his food in paradise as often as he goes out in the morning or in the evening and the land on which you walk and prayed on it witnessed for you and the angels bear witness to your Lord that you performed the obligatory prayer in the majid so for all of that the messenger of Allah said prayer is the best subject matter so whoever can increase it let him increase it in fact among the virtue of this prayer is what the prophet said he who observed prayer before the rising of the sun and it set in would not enter the hell fire mean the fajr and asr prayer yes my brothers and sisters some of the dead wish to come out of their graves in order to pray to light raka because they see them as better than the world and what is in it shall we do it at the end why the five daily prayers listen to the hadith of Abdullah Mas'ud on the authority of the prophet who said you burn you burn so when you pray the dawn you wash it then you will burn and you will burn and when you have prayed you will wash it then you you burn and burn so when you when you prayed the afternoon you wash it then you burn you burn and when you pray Maghrib you wash it away then you burn likewise and when you prayed you wash it then you sleep and no sin is recorded on you until you wake up and the meaning of you burn you burn that is by committing sin which burns the one who commits them like the fire that burns whomever it touches and by heedless play and forgetting the remembrance of Allah glory be to him hence Islam took care of this prayer and gave it the utmost attention so explain its virtue and its status among the acts of worship and it is a link between the servant and his Lord through which the servant complains with the command of his Lord appease and that it was prescribed for wisdom and secret that there is not enough time to mention them so we'll postpone it to another sermon insha Allah I ask Allah almighty to make us our women our sons our daughters among those who maintain prayer at its time with its condition pillars duties and sunnah insha Allah Azza wa Jal Allahumma ameen Ibad Allah in Allah and Allah Allah and and Allah and Allah and Allah and Allah and Allah and Allah 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 and Allah and and Allah كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيو الدعوات يا رب العالمين اللهم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينة إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هذيته ولا مجنة إلا فككت أسرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلم فضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين